أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها لا سيما في ضوء الظروف الضقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان بحضور وزير الخارجية سامح شكري وسفير السعودي بالقاهرة أسامة نقلي حيث طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقيه جلالة العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية السعودي نقل لرئيس السيسي تحيات شقيقيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهد المملكة العربية السعودية مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكتف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وأضف متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر